برويز مشرف حركة طالبان الباكستانية تهدد باغتيال الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بعد عودته من المنفى رشيد عدنان الذي شارك في محاولة سابقة لاغتيال مشرف اكد من خلال فيديو مسجل ان حركة طالبان اعدت فرقة خاصة لارسال برويز مشرف الى الجحيم الرئيس السابق كان قد اعلن انه سيعود الاحد المقبل الى بلاده بعد سبعة اعوام في المنفى بدبي كما اكد انه ينوي المشاركة في الانتخابات العامة في الحادي عشر من ايار مايو المقبل محاللون سياسيون كانوا قد اشاروا الى ان الجنرال السابق فقد الكثير من قاعدته الانتخابية ولا يبدو في موقع يسمح له بالفوز بالانتخابات يشار الى ان مشرف كان قد اغضب حركة طالبان وجماعات اخرى بسبب تعاونه مع الولايات المتحدة في حربها ضد الارهاب في اعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر